بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعلنت أمانة بغدادة تهيئة جميع المتنزهات والحدائق التابعة لها لاستقبال المواطنين على مدار أيام العيدة بالإضافة إلى إدخال أربع ألعاب جديدة لمتنزه الزوراء حسب ما أعلنته أمانة بغدادة تهيئة الحدائق والمتنزهات والألعاب لاستقبال المواطنين وهناك دخول مجانة إلى كافة هذه المناطق كما وجهت بفتح المتحف البغدادية طيلة أيام العيد وبالتالي هناك مناسبة العيد هناك أربع ألعاب جديدة دخلت إلى مدينة العاب الزوراء أمانة بغداد أعلنت أيضا فتحها باب المتنزهات لدخول العوائل النازحة مجانا مشيرة أيضا إلى مطالبتها بنصب بعض الألعاب بالقرب من مناطق النازحين كي يتمكن أطفالهم من اللعب أسوة بأطفال العراق كان هناك توجيه بخصوص النازحين بتوفير بعض الألعاب بالقرب من مناطقهم وكذلك في الزوراء أنه تم التوجيه إلى المستثمرين باستقبالهم مجانا طيلة فترة العيد من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة تهيئت كافة المستشفيات والمراكز الصحية خلال أيام العيد لاستقبال المواطنين وتوفير فرق طبية من مختلف الاختصاصات بالإضافة إلى إعداد مكتب الخدمة الاستشارية الهاتفية الذي يعمل على مدار 24 ساعة للرد على استفسارات المواطنين تم تهيئت ردهات الطوارئ وتوفير سيارات الإسعاف وعربات نقل المرضى تم كذلك تهيئت فرق طبية بمختلف الاختصاصات تتكون من أطباء جراحة عامة أطباء جراحة الصدر والعوعية الدموية جراحة الجملة العصبية جراحة العظام والكسور كذلك تم تهيئت فرق طبية لمعالجة حالات التسمم كما أن مكتب الخدمة الاستشارية الهاتفية يعمل على مدار 24 ساعة لرد على استفسارات المواطنين على الرقم 404 وزارة الصحة طالبت أيضا العوائل العراقية بمراقبة أبنائهم ومنعهم من اقتناء الألعاب ذات الطلقات البلاستيكية والمعدنية خوفا من حدوث حالات إصابة بين الأطفال تشوه فرحة العيدة موفق مجيل الحرة بغداد